أول موضوع كان تفعيل العمل الحكومي والتأكيد على ضرورة الاستقرار لأن الوضع المالي مثل ما بتعرفه الوضع الاقتصادي عم بمر بصعوبات كبيرة وهذا أمر بتدور تفاهم بين كل القوات السياسية على ضرورة تصرف بجدية وبمسؤولية وطنية منعا لأي انهيارات اقتصادية يتعرض لها الوضع اللبناني بالطبع دوترائيس عمون ملتزم هذا الاستقرار وهذا التضامن وبيعرف طبيعة المشاكل وعنده تصور لضرورة الاستمرار بتفعيل العمل الحكومي والمؤسسات دستورية حفظا للبنان من انه يتعرض لمشاكل كبيرة بمحيط كلنا بنعرف انه وضعه سيء جدا وعنده تشبيه عاقل وحكيم بانه خلي البلد معمر وماشي حاله وخلينا نختلف عليه ومعمر مش ضروري نخربه لا نختلف عليه النقطة التانية تتعلق ببعض التشاور حول المسائل الامنية وبعض الشواغر بمجلس قيادة القوى الامن الداخلي واللي بطبيعة الحال دايما امكانية التفاهم مع الدور تبقيسة هون بالنسبة لي سهلي وممكني ومحقق لسهل الانتخابات البلدية والاختيارية مع الوزير هل لازلت على موقفك الحاسم انه ضرورة اجراء هذه الانتخابات مع انه هناك حديث عن تأجيل تقني ممكن ان يكون في وزير الداخلي معنا ولا سبب لأي تأجيل لا تقني ولا غير تقني واسبوع الجاي ان شاء الله بتشوفوا امور حسية وعمليا لوائح الشطب نشرت على موقع الوزارة على موقع الاحوال الشخصية ويجري تصحيحها الآن ضمن المهل القانونية وان شاء الله بتصير الانتخابات بوقتها لانه الديمقراطية ايضا ممارسة ما بيجوز دنسة هذا الامر وديمقراطية هي حق لكل مبناني بانه يعبر وينتخب الشخص اللي يعبر عن رأيه وبيناسبه خاصة بالمجال الانمائي لحد ما يكون الظرف الاقليمي سمح باجراء انتخابات رئاسية انا متفائل بانه سيني حيصير في انتخابات مراح لكم يعني بكرة وبعد بكرة بس انا بعدني مقصر بانه قرار انتخابات الرئاسي هو قرار اقليمي مش قرار محلي بالنسبة لطيار فتقبل مع الوزير من عنده اي مشكلة بالانتخابات البلدية والأخصيارية ابدا بس مع الوزير عم يقولون ان الاستخابات الرئاسي محلت بسبب الاشتماعات الاخليمي بين سعود وينتخابات الاخليمي دائم ومسلمي بس اشتماعات الاخليمي لما يوصل له هفري تسمح في التفاهم حول كمال النصاب السوري اشتركوا في القناة